من كل اتجاه اتنين من اعضاء مجلس النواب الامريكي خرجوا علينا وهم دون باير وتوم ملينو فيسكي اعلنوا عن تشكيل لجنة لمتابعة ما وصفوه بحقوق الانسان في مصر طبعا موقف ده كان متوقع لكن عايزين نقول لهم ان مصر مش عزبة تفرضوا وصيدكم عليها ومجال حقوق الانسان احنا نعرفه كويس اوي وعندنا اجهزة قضائية وعندنا جهات معنية تحافظ على حقوق الانسان ياريت والنبي تحافظوا على حقوق الانسان عندكم في امريكا شوفوا الاول الكونجرس وصلحوه كده وحاولوا تشوفوا ايه اللي حصل والخمسة الذين كانوا ضحايا لحدث اقترام الكونجرس والناس اللي اتقتلت داخل الكونجرس دي مسائل تستوجب ان كل المنظمات الدولية الحقيقة تحقق مع المسؤولين عن عمليات القتل احنا مش بحتاجين حد ولا حد يفرض وصايا علينا ولا حد يتدخل في شؤوننا باي حال من الاحوال وده يخلينا اقول الحملة التترية اللي بتتعرض لها مصر في الوقت الرهن البيمي سين بار عاملة فيلم عن التعذيب في مصر كله اكاذيب والدعاءات اي تعذيب تعذيب عندكم انتم مش عندي نحن تعذيب في الغرب وليس داخل مصر تعذيب لغة توقفت نهائيا واحنا بنراهن على هذا الكلام وعندكم منظمات الدولية وتيجي وتشوف اذا ازن لها بذلك لكن دي لغة انتهت انما بقى حد محبوس حد بتاعده بيتم بقرار من النيابة العامة وكمان قناة الجزيرة من من مبارح او اول مبارح شغالة طبعا هي لم تتوقف بس يعني يبقى ناس لم تتوقف عن الاساءة لمصر لحظة واحدة مبارح جابت المدعو ايمان نور قعد يعني يحرض على النظام في مصر يحرض على الدولة المصرية النهاردة عملت برنامج جابت فيه مش عارف محامي محمد مرسي محامي اسرة محمد مرسي ياسين اقطاي بتاع مستشار اردغان وعدد كبير من الناس من اول واخر تحريط ضد النظام في مصر تحريط ضد مصر مطالبة بحالة مصر الى المحكمة مش عارف ايه والى الامم المتحدة بتهمة مش عارف ارتكاب جريمة ضد مرسي ايه ده ايه الادعاة والاكاذيب دي هي دي المصالحة يا قطر هو ده اللي اتفاتوا عليه في المصالحة عشان كده من اول يوم من اول يوم كان موقفي واضح ان من شارك في التآمر على مصر والعالم العربي ليه ممكن ان يكون صادقا في المصالحة وعلى فكرة الابليكية ما صدقوش سنة 2014 ما صدقوش مع الملك عبد الله رحمة الله عليه فما يحدث الحقيقة من قناة الجزيرة والاساءة لمصر والاساءة للسيد الرئيس والاساءة للدولة المصرية امر يمكن تسكوت عليه يا خارجية لازم تحتجي يا دولة مصرية لازم تحتجي هذا الذي يحدث عبس قلت لكم من البداية الناس دي ملهاش امان وما فيش ثقة فيها قناة الجزيرة بقت اشرص من الاول